موسيقى لماذا لا مدرتوش ملتقيات تقيم هذا المساء ويشاركوا فيه الناس ندوات مفتوحة في الإعلام أسيدي خايفين الشعب يخرج يديروا برامج تلفزيونية ويفتحوا التلفون للناس يخلوها تتصل وتعبر عن أراءهم رح تسمعوا ما يندله جبي لأن الناس كل مقتنعة بأن الحراك تم الإنقلاب عليه والآن الدولة إن صحت تسميتها بالدولة راه تمارس في البلطجة السياسية والأمنية والاستخبارية على الشعب الجزائي عيب أن مؤسسة عسكرية عريقة تنزل إلى هذا المستوى المؤسسة العسكرية ما عندها حتى دخل في الحراك الشعب ما عندها حتى دخل الشعب خرج طالب المؤسسة العسكرية عندها مهام دستورية من المفروض أنه في ذلك الوقت التحمت مع الشعب بعد ذلك تغادر تخلي الشعب ينتخب مؤسساته مش سعيد شينغريحة ما زلنا ما شفناهش غير في غرفة نوم واحدة مع تنبون ما زلنا ما شفناهش فقط طيبه في الفريطوملات في مطبخ الرئاسة هذا اللي بقى اللي ما شفناهش هذا ما نتكلموش على الجنرالات الأخيرة منذ متى المخابرات هي اللي تتبع الجزائريين على مواقف سياسية منذ متى؟ منذ متى المخابرات تنفق للجزائريين لأنهم طالبوا بالتغيير؟ أعطوني ثورة شعبية حدثت ما بقى شعبها ساكت ثورات الشعبية النجحة يبقى وللعشرين سنة أو ثلاثين سنة والشعب دائما يضغط على النظام كي يحقق جميع مطال إلا الشعب الجزائري يعني الشعب الجزائري يخرج فقط باش يروح بوتفليقة ويجي تنبون اللي كان يحبوه على ركايبه قدام تنبون اللي كان يحبوه على ركايبه كما راكم تشوفوا فيه قدام بوتفليقة عن شيخ انتع زاوية باش يقرالوا يخلف بوتفليقة والظاهر أنه بوتفليقة يعي جيدا ما يقول يعني وين وصلنا العصابة قلنا كم من المرات من هي العصابة هذه تبون مرة هدر قلك العصابة وعدة مرات ذركة وما يعود هاش من هي العصابة سعيد بوتفليقة فقط هل يعقل أن واحد مدني كان أستاذ جامعي في جامعة باب الزوار يصبح وحده عصابة يسيطر على الدولة وين كانت المؤسسات الأمنية يسيطر عليها عشرين سنة يا ناس ونهبت أكثر من 1500 مليار دولار تهربت وين راحوا المؤسسات الأمنية وين راحوا المخابرات وين راحوا الجيش وين راحوا هذم الكل ما كانش كانوا كلهم يسرقوا كلهم يحلبوا في الدولة الجزائرية وانهار لي خرج الشعب اهو تحقق طلب الحركة الشعب خرج نرجعوا للشعارات متاعه الشعب لو لم تدخله كورونا للبيوت فوالله ما دخلت هاني نزيد نجزم لكم بهذا الأمر ولولا القمع الذي بلغ مستوى خطير وهذا الذي تتحدث عنه جهات دولية ومبينها مقرر وخبير في الأمم المتحدة راح أتكلم وقال بأنهم يجب التحرك ضد القمع الذي يمارسه النظام ضد المجتمع المدني نظام عسكري يقمع في مجتمع مدني ويجي يتحدث لك في اليوم الذي خرج فيه المجتمع المدني يطالب بدولة مدنية وليست عسكرية ويطالب بالتغيير يجي تابون يدير مرسوم يسميه يوم للتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية والله عمرك جمعت ما بين الجيش والشعب والديمقراطية ورح تجمع مبيناتهم شعب 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 وهو صاحب السلطة حتى أركان الدولة أصلا شعب وحكومة وإقليل ما كانش الجيش الجيش هو مجرد مؤسسة بلا المؤسسات عندها دور دستوري تقوم به وفاق وانتهى القطر شفتوا وين وصلنا يا جزائريين الجيش جيش الوطني الشعبي أقوى جيش في المنطقة كما قال شينغريح لأن الجزائر هي أقوى الدولة في المنطقة أقوى الدولة برئاستها بحكومتها بالمؤسسات انتحها كلها وبالجيش الوطني الشعبي انتحها لبرز جيش الجزائر القوة الضاربة والقوة الجهوية التي تصنع توازنات في المنطقة جزائر قوة قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة جيب السلام في المنطقة باللي قوة جيب التوازنات في المنطقة النهار اللي يخرج يحتفل بـ 22 فيفري بماذا يحتفل ببادل انتعمها وزرع شجيرات وقال لك في إطار الاحتفال